حديثي أكثر عن الملاف ينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي محمد نعناع أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية هل ستكون المحادثات الحالية بين وفد الإقليم والحسنين في بغداد حاسمة هذه المرة وهل ستقتصر على أزمة رواتب موظفي الإقليم فقط تفضل السعر الخير شكرا جزيلا تحياتي لحضراتكم جميعا الوفد الحالي وحواراته أو مفارضاته مع الحكومة أعتقد بأنها تتركز على مسألة تنفيذ بنود الموازنة وأهم فقرة فيها التي تهم إقليم كردستان الآن وهي قضية الرواتب ومن المفروض أنه لم يبقى هناك أي عقبة بعد إقرار قانون الموازنة وبعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور آليات تنفيذ أو تطبيق الموازنة البقية عقبة وحيدة المفروض وهي قضية التدقيق من ديوان الرقابة المالية الآن الكرد لديهم تصعيد تحديدا ضد وزارة المالية لا أريد أن أقول بأنه ضد شخص وزيرة المالية لأنه سوف يستتبع ذلك مسائل سياسية لأنه البعض يتهمها بأنها تأتمر أو تأخذ بتوجيهات غير رئيس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني من زعماء كتل هذا يعني يجرى الحديث عنه لكن لنتجاوز هذه النقطة إلى أنه من المفروض أن ديوان الرقابة المالية قد دق جزء كبير جدا من رواتب إقليم كردستان وعلى هذا الأساس لم تبقى هناك أي عقبة ويجب أن تحل المسألة بوجود هذا الوفد لكن مع الأسف سوف تبقى المشكلة لأن هذه المسألة مسألة رواتب إقليم كردستان ليست هي الوحيدة ويراد لها أن تربط بمسائل أخرى كقضية تصدير النفط وقضية القمارق وقضية المنافذ وقضية المطارات أو فيما يتعلق بشكل عام بصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفقا للمادة 110 مليون من الدستور يعني حسب رأيك أستاذ محمد ألسى توضع نقاط الحل على حروف الاختلاف يعني المالية والنفطية والتي كانت يعني مدونة على مسودة الاتفاق السياسي قبل تشكيل الحكومة يعني وشنو الضامن لحدوث أي خلافات مستقبلا يعني لا سيما والحديث كان عن أن هذه الحكومة تتمتع باستقرار سياسي لا مثيلة له الاستقرار السياسي نعم موجود ومن المفروض أن يكون دافعا لتسوية الخلافات لكن هذا الاستقرار السياسي هو ليس استقرارا استراتيجيا أو يعني على مستوى استقرار المؤسسات أو قوة المؤسسات في الدولة وإنما ترضيات بين الكتل السياسية وبين الزعامات السياسية ولذلك هذا الاستقرار هو مشوب بأي حالة خصومة بين السياسيين أو حالة عدم تنفيذ أحدهم للآخر أي من مبادئ أو بنود التسوية سوف يتعكر هذا الاستقرار هو لم ينبني على أساس أن الدولة قوية أو أطنق يد رئيس الوزراء بل هو محرج وتحديدا أطراف سياسية داخل إطار التنسيقي عادة ما تحرج رئيس الوزراء في هذه اللحظة عفوا أستاذ محمد هي الكتل أساسا هي اللي رشحت السيد محمد الشيع السوداني بعد انسحاب أيضا التيار الصدر وخلت الساحة لهم نعم لكن ليس كلها كانت على قلب رجل واحد يعني الآن مثلا في الإطار التنسيقي دولة القانون وشخص المالكي نوعا ما يسير باتجاه التوافقات السياسية كذلك حتى كتلة صادقون أو زعيمها قيس الخزعلي لديهم نوعا ما مسير في اتجاه التوافقات السياسية لكن هذا ليس كل الإطار التنسيقي هناك أطراف أيضا فصائل وميليشيات وغيرها لديها أيضا أولوياتها في التعاطي مع أقليم كردستان وكانت قد وجهت فوهات مدافعها وصواريخها إلى أقليم كردستان في وقت نقدر نقول الاختلافات الداخلية لا زالت حاضرة وموجودة طيب يعني هل هناك تلويح خارجي أو خلي نقول أمريكي بالتحديد لتصفير الأزمات بين الجانبين المركز والأقليم على مستوى المسائل اللي هي نسبيا بسيطة مثل قضية الرواتب حتى نفط التصدير النفط من أقليم كردستان عبر الجيهان أعتقد بأن المجتمع الدولي أمريكا لا يتدخلون في مثل هذه الأمور التي نسبيا أقول بسيطة لكن سوف يتدخلون في مسألتين مهمتين وهي الأمن في كاركوك والمادة 140 لأنه هذه الحكومة وعن طريق البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي غير ناظرة لمسائل تمت تجاوزها في مراحل سابقة مثل قضية الرواتب رواتب البيش مرقى وغيرها هذه مسائل تسوى ولم تشكل عادة مجالا للتدخل الأمني أو مثل ما حدث في 2017 المهم هو الأمن في كاركوك والمادة 140 لأن هذه الحكومة ضمنتها في البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي وهذا أعلى نوع من أنواع التعامل بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية على مسائل استراتيجية كالمادة 140 بكافة فصولها الإحصاء والتطبيع والاستفتاء على وضع كاركوك هنا أعتقد بأنه إذا لم تحل المشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الوضع الخارجي أو الإرادة الخارجية الدولية والإقليمية الأمم المتحدة سوف يتنخلون بهذا الموضوع لكن سوف يعطون مجالا لأن هذه الحكومة نوعا ما تلبي بعض المطالب الأمريكية تحديدا في مسألة الحد نسبيا من قضية الدولار التعامل الفني عن طريق المنصة وغيرها لذلك هم يوازنون بين ما تستطيع الحكومة أن تفعله وما بين الحكومة مقيدة بالكثير من الإرادات السياسية الداخلية والخارجية يعني إذا نظرنا نظرة إيجابية نقول هل ستتيح المحادثات الحالية الطريق إلى تمرير يسير لقانون النفط والغاز لا لحد هذه اللحظة مع الأسف قانون النفط والغاز بعيد المنال لأنه عليه مشاكل سياسية ثلاثة أو أربعة مشاكل سياسية وما هو أكثر منها مشاكل فنية يعني القانون النفط والغاز الذي كتب في ذلك الوقت في العام 2008 وبعد ذلك جرت عليه تعديلات وعرض مرة أو مرتين على اللجان المعنية هذا صار يعني فيه مشاكل كثيرة قانون معتوار قانون يعني ضعيف الآن يراد أن تعاد مرة أخرى كتابة قانون بأسلوب فني جديد وعندما ندخل إلى الجوانب الفنية أعتقد في ظل هذه الحكومة سوف يكون هناك تأخذ وقت كبير جدا لصياغات فنية لأن هناك تطورات قليم كردستان استخرج نفط ولم يضع عدادات وكذلك الحكومة الاتحادية لم تكن راضية على طبيعة التصدير وأوقفته عن طريق المحكمة الاتحادية هذه قضايا فنية تجعل من أن يكون قانون النفط والغاز مواتيا لإقراره بوقت قصير أمر مستحيل أو مستبعد على الأقل نعم المحلل السياسي محمد نعناع كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اشتركوا في القناة